موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واني أخواتي متابعي قناة من الصعود في البرمجة درس جديد من سلسلة دروس دلفي دائما مع مكونات الحزمة وينتان يعني ويندوز عشرة التي أضيفت إلى الدلفي اليوم سنرى مكون باس بالبحث وهو مكون سيرتش بوكس إذن من الحزمة ويندوز تان نأتي إلى المكون هذا الذي هو سيرتش بوكس إذن نقوم بتغيير الفونت الفاص بالفورم إذن وهنا يظهر المكون سيرتش بوكس وهذه القيمة داخلها يعني هذه الكتابة إذن في هذا المكون هناك خصائص عديدة سنراها إذن لدينا الالاين وهو position التي يمكننا وضع هذا السيرتش بوكس مثلا نضعها في الطب ثم لدينا الالاين ويند مارجين يمكننا اختيار المارجين التي نريد بالنسبة لهذا السيرتش بوكس ثم لدينا الالفا بلاند خاصة بالشفافية بالنسبة لهذا المكون ثم لدينا البيدي موض يمكننا جعلهم من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين بوردير ستايل يمكننا أن نجعلها بيس مون أو بيس سينجل عفوا بالنسبة للمكون نجعلها بيس مون أو بيس سينجل ثم لدينا البطن عن أي بطن يتحدثون إذا لاحظوا هنا داخل المكون هذا نقوم بنزع الخاصية من هنا نقوم بتصغير حزمه قليلا ليظهر لكم هذا البطن إذا لاحظوا هنا تظهر هذه الأيقون هذه الأيقون هي عبارة عن أداة للبحث يعني صورة تبين البحث وفي الحقيقة هو عبارة عن بطن يعني زر هنا نضغط عليه من أجل البحث تقريبا هذا سيرتش بوكس هو عبارة عن إيديت وله نفس قصائص الإيديت ولكن بإضافة زر هنا بالضغط عليه منفذ عملية البحث الإيديت هذه أو داخل السيرتش بوكس ونعطيه قيمة أو كتابة ونأمره بالبحث مثل هذا الزر إذن هذا الزر له يعني button button وذات له button هي قيمة 24 إذا قمنا بتصغيرها أو تكبيرها فإن البطن يأخذ القيمة 30 بيكسل والتي هي هنا إذن لدينا can undo sell text يعني هنا يمكننا إرجاع القيمة التي كتبناها داخل السيرس بوكس يعني هنا can undo يعني التفعيل الخاصية يمكننا من خلالها عمل أنيلي للكتابة ثم لدينا charcase charcase إما lowercase أو uppercase lowercase يعني حروف صغيرة و normal ولدينا الحروف الكبيرة للنسبة للغة اللاتينية ثم لدينا color الخاص التي يمكن تغييرها من هنا ثم الخاصية cursor لتغيير الانديكايزور الخاص بالفأرة عند الضغط على البطن الموجود هنا الذي يمكن أن نجعله هنا share hand point مثلا drag cursor هناك العديد من القصائص لدينا الفونت يمكن نتحكم في الفونت القص به يعني الفونت الكتابة التي تظهر عند حج أي معلومة أو هذه الكتابة التي تظهر هنا التي هي عبارة عن text hint text هنا لاحظوا نقوم بنزعه ووضعه هنا إذن لاحظوا كيف يظهر يظهر بلون مختلف عند بداية الكتابة داخل search box فإن هذا text يختفي هنا سنقول له مثلا research أو بحث أو ما شبه ذلك إذن تتغير text hint إذن لديه خاصية كذلك max length يعني عدد الحروف maximum التي يتحملها هذا search box لدينا number only يمكن تفعيل خاصية number only يعني يقبل الأعداد فقط وإذا قمنا بجعل هذه الخاصية true هو يقبل الأعداد الصحيح فقط أما الأعداد العشرية فإنه لا يقبل وعا بالنسبة لهذا المكون إذا قمنا بتفعيل الخاصية numbers only فإن الأعداد العشرية لا يقبل لأن بها character النقطة وcharacter النقطة لا يقبل إذن ولدينا parent pd mode color 3d custom hint parent font ودينا كذلك password char يمكنه أن يقبل password char يصبح عبارة عن character لا تظهر وإنما تكون عبارة عن هكذا نجوم كذلك لديه خاصية read only خاصية read only حيث لا يمكننا الكتابة عليه هذه search indicator خاصية search indicator هنا إما تكون audio أو تكون text يعني كتابة أو برمجة صوت يقوم عندما يقوم الباحث بالتحدث يكتب يعني يقول الكلمة مثل جوجل التي متشركة جوجل في محركة بحث جوجل يمكننا استعمال الكتابة أو استعمال الاوديو في البحث ولاحظوا هنا الاوديو يتغير شكل الايقون هنا فيصبح عبارة عن مايك يمكننا مثل هذه برمجة كيفية التحدث وهو يكتب هنا ولدينا خاصية show hint هو tab order والtext خاص به هنا text الذي نريد أن يظهره مدام هنا text hint فلدي كتابة text text وهنا يمكننا أن نقول بأن تقريبا جميع الخصائص مثل خاصية مثل خصائص الـ event أما في event فهناك خاصية خواص متعددة ولكن الخاصية المهمة هي on evoc search هذه هي المسؤولة عن الضغط على الزر يعني هنا إذا قمنا بتفعيل الـ procedure الخاص بها هنا يمكننا إعطائه مثلا أي شيء مثلا نقول له show message ومن خلال ومن خلال show message نقول له مثلا welcome to search box ونقوم بوضع مقطع الفاصلة بوضع إذن وننفذ إذا لاحظوا هنا من خلال هذا البطن لاحظوا welcome to search box لاحظوا وداخل هذا search box يمكن عمل بعض الجمل الشرطية من أجل إذا كانت search box هنا فارغة إذا كانت search box فارغة ونضغط هنا فإنه يقول لنا search box فارغة يجب كتابة شيء للبحث عنه وسنرى ذلك إن شاء الله في دروس لاحقة إن شاء الله متقدمة عند استعمالنا لهذا المكون إذن كان هذا درس حول مكون search box تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ترجمة نانسي قنقر